محمد مكي أحمد صديق حتى الكابتن سارد الحفيز مدير الكرة في التوقيت الحالي وقتها كان خلاص بيجهز لمهرجان اعتزاله هو الكابتن هادي خشبة وكانه حتى الساعات الأولى من الصباح اليوم اللي توفى فيه محمد عبداللهيب كانوا صارين مع بعض وكانوا بيحضروا أغنية ومحمد يعني كان صوته محمد كان صوته جميل يعني محمد كنت منحب أن أنت تسمع له حتى لما كان بيقول الأنشيد الدينية أو بينشد أو حتى بيغني كان صوته صوته جميل وصوته رائع يعني مش أنعز على الخلقه لكن زكرة طيبة دايما بنتذكر بيها نجم كبير زي كابتن محمد عبدالوهاب ربنا يرحمك ودايما يعني نلتقي بيك في الجنة يا رب بإذن الله وتكون بإذن الله يعني كلنا في دار الحق إن شاء الله لأن احنا كلنا دولة في دار الباطل لكن إن شاء الله الله يرحمك يا عبدالوهاب وبإذن الله بنشد على إيد والدتك كل سنة وبنتكلم معاه وبنشد على إيديها بإذن الله ربنا يرحم محمد ونفتكره كده ونتذكره بالخير دايما يا رب دي كانت بداية بالنسبة لمحمد عبدالوهاب أيضا كمان عايقون معاه كابتن أحمد صديف الفقرة الحوارية إن شاء الله بعد فقرة الإنترو برضو عن اتكلم معاه عن ذكرى محمد عبدالوهاب لأنه كان من أقرب الناس كمان لكابتن محمد وقتها بلدياته في الفيوم وكان زميله كمان في النادي الأهل وعاش معاه فترات طويلة جدا وأكيد عنده ذكريات أكيد ممكن نقولها النهاردة لكل جمهور النادي الأهلي لكن دا كانت جزئية في البداية الخبر الثاني متعلق بالنادي الأهلي والفترة القادمة طبعا كلنا منذ الصباح الباكر وتحديدا حوالي الساعة 12 الضهر خلاص الكل عارف بشكل رسمي تعيين السويسري رنيا فيلر هو المدير الفني القادم للنادي الأهلي تم التعاقد معه بشكل رسمي والإعلام بشكل رسمي لقيادة فريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة في مؤتمر صحف إن شاء الله هيكون الساعة الوحدة الضهر بإذن الله يوم الاثنين لكشف تفاصيل التعاقد والجمهور بقى والميديا والصحافة الكل يسمع بقى طموحات وأفكار رينييف فيلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مش هتكلم على تفاصيل الخبر كلنا طبعا زملائي أو في كلام في الميديا قالوا تفاصيل الإعلان وتفاصيل الخبر لكن أنا عايزة أتكلم في جزئية وجزئية مهمة جدا لجمهور النادي الأهلي لأن الكلام ده أنا اتكلمت فيه يوم الثلاث الماضي نحن بنتكلم في الثلاث النهاردة السبت بنتكلم يعني قبلها بربع خمسة أيام ووقتها محدش كان يعرف مين هو المدير الفني للنادي الأهلي وفعلا كان فيه سرية جديدة جدا على من هو المدير الفني الأجنبي اللي هيقود النادي الأهلي خلال الفترة القادمة لكن كان لي رؤية من خلال معرفتي أو طبيعة الاختيارات في النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة وكانت الرؤية دي مبنية على موقف حصل على مدار حوالي 12 يوم منذ الرحلة مارتن لسارتي مهم جدا للجمهور لما يقرأ أو يشوف تاريخ النادي الأهلي على مدار سنوات سابقة يبني عليها اللي جاي لأن دايما طالما أنت ليك مشروع معين في اختيار المدير الفنيين على مدار سنوات طويلة وكان وقتها يمكن معايا اثنين من الكبار الصحفيين ونقاد الرياضيين الأستاذ قسامة السويسي والأستاذ علاء عزة عصروا مدربين كتير جدا جدا جوا النادي الأهلي وشافوا اختيارات كتيرة مش عايز لأول من قبل 2000 أو 2001 لكن أنا قلت وقتها وهم حتى معايا من أول 2001 لغاية 2019 وضربنا أمثلة بأمور كتيرة جدا مش عايز برضو أستفيد فيها عشان النهاردة أنا عارف من الصبح الناس بتقول مش مقياس مش عايزين نبني وهل ممكن تكون قاعدة ولا ممكن تكون استثناء لكن أنا عايز أتكلم في نقطة لأن الكرة تحديدا لها عوامل كتيرة أو في النجاح عوامل النجاح لا تتحقق فقط في المدرب لكن بتتحقق في أمور عديدة أهمها الإدارة وأهمها الجماهير واللاعبين عناصر المنظومة بالكامل مع المدير الفني ممكن تنجح المشروع اللي أنت عايز تشتغل عليه الفترة اللي جاية وقتها قلنا التعاقد حتى لما كان في فترة أسابقة بون فرير المدير الفني الهولندي اللي كان بيقود منتخب ناجيريا في دورة أولمبية وفاس بالمدالية الزهبية وعلى منتخبات كبيرة تولى تدريب النادي الأهلي ولم يوفق وقلنا قبلها كمان والجزئي المدير الفني للنادي الأهلي النادي الأهلي اختاروا لشخصيته والمشروع معين هيقدر يقود في النادي الأهلي ونجح ووفق وقلنا وقتها كمان تم الاستعانة بتوني إليفيرا المدير الفني الكبير في البرتغال ولم يوفق فبالتالي الجزئية اللي احنا عايزين نتكلم فيها هو الأهم الفترة الجاية المشروع نجاح المدرب مرتبط بكذا عنصر والعناصر أنا قلتها لكم في البداية سواء إدارة أو لعبين أو منظومة أو جماهير بشكل عام ودور الجمهور مهم جدا كمان مع الإدارة ومع اللاعبين إذن الفترة الجاية إحنا عندنا جهاز فني بنعتبره مشروع للمستقبل مشروع المستقبل النادي الأهلي ما بيبني فيه على مدير فني بيبني عليه أنه هو بيحضر فرقة بشكل كويس طريقة لعب إن شاء الله تناسب الأهلي والإمكانيات الموجودة في الفترة الحالية وتحقي البطولات إن شاء الله في الفترة القادمة أنت بتشتغل على كذا عنصر ونجاح المدير الفني ليس فقط مرهون بالمدير الفني وشخصيته أيضا عناصر الجهاز المعاوني اللي معاه عشان جدا لو تلاحظوا في الفترات الأخيرة فيه مدربين كتير جدا بتشتغل من خلال منظومة معاه مدرب مساعد مدرب أحمال إدارة سكاوتنج نفسها لتحليل البيانات مدرب أحمال ودور المدرب الأحمال ما يقلش كتير عن دور المدير الفني لأن الناحية البدنية مهمة إذن هو المشروع بالكامل ده اللي بيسهلك الإجراءات في الفترة الجاية وانت داخل على مباريات تأكدة القدم كل ما يتمناه إن المشروع إن شاء الله يكون في الفترة الجاية بياناية للتوفيق والحظ إن نقدر إن شاء الله النادي الأهلي يحقق فيه طموحاته في الفترة الجاية ويلبي طموحات جماهير النادي الأهلي في الفترة الجاية وانا مش هنضرب أمثلة سابقة لأن الأمثلة كتير وراه وروحنا حتى في أوروبا في أمثلة كتير جدا أقربها حتى يعني مرونيو لما كان متولي قيادة فريق منشستر رونيتد هو الاسم الكبير في القرى الأوروبية وتحديدا في الدولة الإنجليزية لم يوفق ثم تواجد مكانه سريتشاير مدير الفن مؤقت وكان مؤقت وبعد ما كان هذا القرار كمؤقت السنادي بيقود منشستر رونيتد وما أدراكم منشستر رونيتد والشعبية في الدولة الإنجليزية وفي إنجلترا تحديدا إذن الاختيارات بتبقى مبنية على بعض المعايير وبعض العناصر الجمهور في حد ذاته ما بيقدرش يدي قرار لكن دايما الجمهور بيبقى متحمس للقرار اللي هيتاخد دور الإعلام والدور الموضوع للإعلام أنه هو يوصل للجمهور المعلومة الصح والمعايير اللي بيتخذ على أساسها القرار الصح وفي النهاية التقييم بيتم على المرحلة لما بتتنفذ أو لما بتبدأ تسمع المدرب بتشوف أفكاره بتسمعه في المؤتمر الصحفي لما بيتم تقديمه لواسال الإعلام ثم شغله في الملعب هل شغله في الملعب من مباراة أو الدين؟ لا بتحتاج مرحلة معينة المرحلة ممكن تكون مبنية على مباراة أو مبنية على بطولة هنا بتختلف المعايير حسب أنت كجمهور عايز إيه؟ هتساند والدعم يبقى تنتظر وتشوف المناسبة الفترة الجاية هيشتغل إزاي الجاز الفني وتبني على أساسها في الفترة الجاية دورنا إن احنا إن شاء الله الفترة الجاية نشوف المشروع ده هيشتغل إزاي؟ وكل الدعم ليه وكل التوفيق ليه والنجاح قلناه مش بمعايير معينة أو بسفيهات معينة مش عايزين نروح للجزئية دي لأن احنا كلمنا فيها حتى من قبل الإعلان لكن المهم الفترة الجاية إن شاء الله إن احنا نكون في ظهر الجهاز الفني بالشكل الجديد بالسطيل الجديد بكذا عنصر متخصص في الجهاز المعاون كمان اللي موجود مع رينيه فيلر خلال الفترة القادمة والمنظومة إن شاء الله تسنده في الفترة الجاية جمهور النادي الأهلي قادر على إنه ينجح أي حد جمهور النادي الأهلي زي موقف وساند مدربين كسيرين لم يكونوا أساسا مدرين فنيين لكن النادي الأهلي ادهم الصلاحية ووضع الثقة فيهم وأصبحوا مدرين فنيين فازوا بالبطولة الإفريقية وأصبحوا إن شاء الله خلال الفترة القادمة مدرين فنيين أيضا كمان مطروحين للتدريب في أندية كبيرة أو حتى منتخب وطني نهاردة التشكيل الكامل للجهاز الفني أعلم من قبل لجنة التخطيط برئاسة دكتور طا اسماعيل بعد الاعتماد من قبل مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب التشكيل الكامل للجهاز الفني بيتكون من رينيه فيلر المدير الفني معه سلاسة مساعدين أجانب مدرب عام، مدرب أحمال، مدرب حارس، مدرب حراس مرمى مع استمرار كابتن سامي أمصان كمدرب مساعد وسوف يستمر الكابتن سيرد الحفيز في مهام منصبه كمدير للقرة ويبدأ الجهاز مهمته الجديدة إن شاء الله بعد غد الأسنين النقطة الثانية طبعا تم توجيه الشكر للكابتن محمد يوسف والكابتن طرق سليمان على الفترة الماضية ولو أتكلم على الكابتن محمد يوسف بصراحة يعني كل التأدير وكل المعزة للكابتن محمد يوسف على الفترة اللي اشتجل فيها مع النادي الآلي خلال الفترة الماضية وبعد توجيه الشكر حتى واللسه الجهاز الفن الأجنبي هيقود التدريبات تبدأ من يوم الاثنين النهاردة كان موجود في تدريبات النادي الآلي قاد تدريب فريق النادي الآلي غدا هيكون أيضا موجود في تدريب النادي الآلي سواء الكابتن يوسف أو الكابتن طرق سليمان ودول ولاد النادي الآلي دايما مع النادي الآلي في أي مرحلة وفي أي تجربة وقتما النادي الآلي بيحتاجهم بيكونوا موجودين كابتن محمد يوسف عمل كمدير للقرة عمل كمدير فني عمل كمدرب عام نجح في معظم الاختصاصات اللي خدها واشتغل بشكل كويس فاز ببطولة إفريقيا قبل كده اشتغل كمدرب لمدربين أجانب قدر إمكان حاول يقدم المشورة والنصيحة للمدربين الأجاب إنه بالتأكيد ابن النادي وعارف الظروف وعارف اللعيبة لما بيجي مدرب أجنبهم يحتاج يعرف الفريق بشكل جيد فبالتالي كل الشكر والتأذير للكابتن محمد يوسف والكابتن طارق سليمان على الفترة الماضية ونتمنى لهم التوفيق يا رب في الفترة القادمة نهاردة موجودين في التمرين بكرة هيكون موجودين في التمرين ومن يوم الاتنين إن شاء الله بعد المؤتمر الصحفي هيكون قيادة فنية جديدة مع الجهاز الفني السويسري بقيادة فيلر